شفلت خلوة أنس بن مالك لتحفظ القرآن الكريم بتخريج الدفعة الثانية لحفظة كتاب الله البالغ عددهم عشرون خريجا رئيس اللجنة المنظمة برك حلاته شكر الحضور على تلبيتهم الدعوة أما مدير خلوة أنس بن مالك الشيخ آدم شريف حسى الآباء على تعليم أبنائهم مذكرا بأهمية حفظ القرآن الكريم داعيا الحضور إلى تقوى الله واتباع الكتاب والسنة نائب رئيس المجلس العلى للشؤون الإسلامية فرع شاري الأوسط قال إن حفظ كتاب الله لا يأتي إلا بجهود المشايخ والآباء معا شاكرا للمولى عز وجل على هذا الفضل العظيم مشيرا إلى أن الخلاوي القرآنية بالولاية خرجت العديد من حفظة كتاب الله خلال السنوات الأخيرة وفي ختام المناسبة وزعت شهادات لخريجي هذه الدفعة وتكريم بعض المشايخ ومؤسسي الخلاوي القرآنية بمدينة السار حاضرة الولاية موسيقى 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 موسيقى